من المفترض ان الربع الاخير من كل سنة هو الربع الاكثر ازدهارا في اليوتيوب اي شركة مش بتحقق الترجل بتاعها فبتزيد من اعلاناتها التسوقية فبالتالي احنا نبدأ نجني ارباح علشان كده بقولك اهتم دايما بشهر 9 و 10 و 11 و 12 بس انا محتاج اقولك برضو المفروض مش قلت الاكيد ليه قلت المفروض لان هنا اليوتيوب في 2021 بقى مختلف عن 20-20 مختلف ازاي؟ يعني 20-20 كان الاعنات بس بتظهر على القنات المفاعلة ربح لكن دلوقتي الموضوع مختلف لو كانت الاعنات بتظهر على القنات المفاعلة ربح كنت قلت اكولك اه استمر في انشاء المحتو 1988 علشان تبدأ تجني ارباح لكن دلوقتي الموضوع بقى بيظهر اعنات على قنات المفاعلة والغير مفاعلة وغير مفاعلة اكتر بكثير كمان من قنوات المفاعلة فبالتالي اليوتيوب هو المستفيد الاول والاخير من شهر 9 و 10 و 11 و 12 تاني حاجة اليوتيوب ينزل ميزة جديدة وهي ميزة الفيديوهات القصيرة في 2021 وبالتالي ضمن خوارزميات الفيديوهات الكبيرة علشان كده مش بتلاقي اصلا مشاهدات عندك زي الاول واي شخص فتح او مستمر على اليوتيوب من سنين هيرف ان سنة 2021 كانت سنة نكسة على منشئ المحتوى من ضرائب من ارباح من مشاهدات من مشتركين ضمار شامل على منشئ المحتوى ولو حد بالفعل عنده قناة يبدأ يقارن من 2021 و2020 هيبدأ يجد ان كل حاجة في 2021 مفروض ان هي تكون بلا خضر لفوق بنسبة 22 الى 300% لكن بنلاقي ان النسب متساوية ويمكن اقل مع كمان انك انشأت فيديوهات اكتر بكتير في 2021 فبالتالي يزيد ارباح الضعف فيما فوق لكن من التفاجئ ان الشهور اللي احنا فيها بنجني ارباحها تعتبر متساوية بعد نزول كل شهر ستين او سبعين فيديو في شهر تسعة اللي انا هتكلم حضرتك عليه ان شاء الله في اقرب فيديو هقول لحضرتك حاجة ان انا هقت ارباح اقل من شهر تمانية هي مش فرق كبير جدا بس الفرق ان انا نزلت خمسين فيديو اكتر من شهر تمانية فبالتالي لازم يكون فيه اصلا فرق ارباح اقل حاجة 100 الى 150 دولار لكن الموضوع مختلف خالص 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 واطلاقا وحده اللي احنا نشرح ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على قد من نظر احنا بنحاول نحنا نوضح لك كل حاجة وعلى قد من نظر بنقولك اشتغل واسيبك من اليوتيوب لو هدفك مش ربحي ولو هدفك ربحي توقع على الله واشتغل وخاف على نفسك وعلى قناتك لان اليوتيوب الفترة الاخيرة بصراحة عنده زي لخبطة في المخ كده يعني هو عارف ينشر فيديوهات ولا عارف يشتغل على الناس ولا عارف يهتم بالفيديوهات اصلا وبصراحة كل يوم مشكلة جديدة شايفين من يوم شهر ستة من اخر ستة من اخر فيديو نزلت اقول لك ماذا عن الشهر القادم مش تلع شهر ده تلع سنين ماذا على الشهور القادمة في اليوتيوب منصة اليوتيوب منصة غير عادلة على الاطلاق حفضل دايما اقولها ودايما متمسك بالكلمة وعمر في حياتي ما حكون صاحب كلمتين اليوتيوب غير عادل على الاطلاق سواء لمنشئ المحتوى المفاعل ربح او غير مفاعل ربح اليوتيوب بقى عايدك ترقص بس على اليوتيوب والفيديوهات القصيرة علشان تنجح وتشتهر بس احنا مش هنعمل كده احنا منشئين محتوى مش رقصين باليه شكرا جدا لجميع